السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء اليوم بدنا نبلش مع بعض نشرح درسنا الجديد أخذنا في الحصة السابقة عن تضاريس قاع المحيط اليوم بدنا ناخد عن الخصائص الكيميائية والفيزيائية لمياه البحار بداية قبل ما نبلش بدنا نحكي عن الملوحة أسباب ملوحة المياه البحار والمحيطات من وين ممكن أنها تكون أجد هاي الملوحة؟ ما المقصود بالملوحة؟ إيش المواد أو الأيونات اللي بتكون مذابة في مياه البحار والمحيطات بتزيد من نسبة الملوحة فيها؟ وكيف أنا أعبر عن الملوحة؟ أعلى نسبة أيونات الذائبة في المحيطات هي الكلور، الصوديوم، الميغنيسيوم، الكالسيوم والبوتاسيوم وممكن يكون عندي مكونات ذائبة أو أيونات ذائبة أخرى بس بكميات أقل طب بمس أنت عم تحكينا عن الملوحة وشو هاي الملوحة؟ الملوحة هي كمية المواد الذائبة في المياه يعني لما أجي أحكي أنا عن ملوحة البحار يعني أنا أحسب كمية ذوبان الكلور والصوديوم والكيبريتات والميغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم الموجودين في هاي المياه كيف يعبر عن نسبة الملوحة؟ يعبر عن الملوحة في البحار أو المحيطات من خلال عدة تعبيرات رياضية أو طرائق ممكن أنا أستخدم جزء لكل ألف أو بالكيلوغرام لكل كيلوغرام أو بالنسبة المئوية إذا كانت عندي نسبة الملوحة قليلة فمثلاً عنا متوسط الملوحة لمياه البحار والمحيطات 35 تتراوح من 35 جزء لكل ألف جزء فملوحة مياه المحيط الأطلسي مثلاً 34.8 جزء لكل ألف جزء بينما في البحر الأحمر 38 جزء لكل ألف جزء نسبة الملوحة الموجودة فيه طب منلاحظ أنه أنا عندي الملوحة مش ثابتة في كل البحار كل بحر اللي هو ملوحة خاصة فيه طب نيجي نفكر مع بعض هاي الملوحة أو المواد الذائبة في مياه البحار والمحيطات من وين أجت يمس؟ كيف انتقلت وأجت للمي؟ عندي يمس أربع حالات ممكن الحالة الأولى أن تنتقل هذه المواد المذابة من خلال عمليات التجوية عبر الأنهار والسيول والرياح الحالة الثانية ممكن أنها تنتقل أو من خلال ما تحمله مياه الأمطار من مواد وغازات ذائبة في أثناء هطولها يعني أنا عندي أول حالة الحالة الأولى ممكن تنتقل من خلال عمليات التجوية يلي بتصير على سطح الأرض بنعرف في التجوية بتصير عندي ذوبان وتآكل في الصخور بتجر معها المعادن والأملاح المذابة فيها وبتنتقل من خلال جريان المياه السطحي وبتنزل وين؟ في مياه البحر الحالة الثانية أنه ممكن تكون مياه الأمطار ذائب فيها نسبة من الأملاح في أثناء هطولها بتجمع في مياه البحر وبتشكل أو بتزيد نسبة المروحة ما ننسى إحا خدنا الفصل الماضي عن البركين إنها ممكن إنها تصير داخل البحار ممكن أنا يصيري عندي داخل قاعة أو في قاعة المحيطات إندي فعلة البركين وبنعرف إنه البركين بس يصيري إندي فعلة الماجمة تنتقل أو بينتشر عندي أيونال ذائبة وأملاح وغازات بالتالي هاد رح يزيد من نسبة الملوحة ورح يشكل لي نسبة عالية من الملوحة في منطقة ظهر المحيط أو في منطقة المحيطات بشكل عام كما أن التلوث الناجم عن الأنشطة البشرية له دور بإضافة بعض المكونات الذائبة في مياه المحيطات إذن عندي كيف ياميس تنتقل الملوحة إلى البحار والمحيطات نواتج التجوية اتنين تحملهم المواد المذابة التي تحملها مياه الأمطار عملية اندفاع الماغمة في قاع المحيطات والأنشطة البشرية تؤدي إلى إضافة المكونات الذائبة في مياه المحيطات طب ياميس نيجي نحكي أشياء اللي بيخلي العوامل المؤثرة في الملوحة أشياء اللي ممكن يؤثر في الملوحة زي قبل شوية حكيت لكم عن البحر الأحمر والمحيط الأطلسي المحيط الأطلسي كانت نسبة ملوحته 34 جزء لكل ألف جزء بينما ملوحة البحر الأحمر 38 جزء لكل ألف جزء ايش يا مثل اللي خلى نسبة الملوحة تتغير في هدول البحرين نيجي نحكي وين موقع البحر الأحمر وشو المناخ اللي بتعرض له وايش المناخ اللي بتأثر فيه بحر الأحمر وايش العوامل والموقع الدغرافي والمناخ ودرجات الحرارة للمحيط الأطلسي كل واحد فيهم موجود في بيئة مختلفة تماما يعني من خلال الحكي اللي أنا حكيته ممكن أن نستنتج أنه تختلف الملوحة وتكون متغيرة من منطقة بحرية ومن بحر إلى آخر من خلال اختلاف الموقع الدغرافي واحد المناخ وثلاثة درجة الحرارة كيف يمس ممكن أنه الموقع والمناخ ودرجة الحرارة يغيروا في عملية الملوحة أو في ملوحة البحار والمحيطات ممكن الهطل الغزير في المناطق الاستوائية يقلل من نسبة الملوحة ليش؟ لأنه بتزداد عندي نسبة المي وكمية الملح المذاب أو الأيونات المذابة بتكون محدودة زادت عندي نسبة المي إذن بالتالي رح تقل نسبة الملوحة بتيجي عندي درجات الحرارة الحرارة أيش بتعمل؟ بتعمل عملية التبخر بتزيد التبخر بالتالي رح تقل كمية المياه وبالتالي رح تزيد نسبة الملوحة في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة هاي العوامل المؤثرة في الملوحة نرجع نعيدهم بشكل سريع الموقع الجغرافي والمناخ ودرجة الحرارة طيب يمس الكثافة المياه البحرية شو يعني يمس كثافة المياه البحرية وبإيش بتأثر كثافة المياه رح تعتمد على عاملين أساسيين اللي هم كتلة الأملاح الذائبة 2 درجة الحرارة كتلة الأملاح الذائبة ودرجة الحرارة والحجم شو يعني يمس كتلة الأملاح الذائبة والحجم ودرجة الحرارة نحكي بنعرف إحنا الكثافة دائما بتزداد لما يكون عندي ذوبان أو آيونات مذابة كبيرة بتزداد الكثافة إذن الكثافة تزداد بزيادة الملوحة تمام؟ وتقل كثافة المياه بزيادة درجة الحرارة إذن علاقة ترضية مع كتلة الأملاح المذابة كلما زادت كتلة الأملاح المذابة زادت كثافة المياه علاقة ترضية كلما زادت الكثافة سوري كلما زادت كتلة الأملاح الذائبة زادت كثافة المياه وكلما قلت أو كلما زادت درجة الحرارة قلت كثافة المياه إذن مع كتلة الأملاح علاقة طردية مع درجة الحرارة علاقة عكسية كلما زادت درجة الحرارة قلت كثافة المياه وبما أن ملوحة المياه ودرجة حرارتها تختلف من مكان إلى آخر فإن كثافة المياه أيضا تختلف باختلاف المكان على السطح إذن هون كمان الموقع الجغرافي رح يلعب دور في كثافة المياه إذن نرجع نعيد بشكل سريع إحنا شو أخذنا في حسطنا أخذنا عن العوامل أو الملوحة والعوامل المؤثرة فيها أخذنا أيضا عن كثافة المياه البحرية وشو العوامل المؤثرة فيها بدي منكم يا عاشر انحل هيك بنكون خلصنا الدرس بدي منكم انحل السؤال أسئلة الفصل صفحة 52 وصفحة 53 على الدفتر وترسلوا ليهم علشان نخط عليهم علامات ويعطيكم العافية